المئات من الأمطار المكعبة من الرمال تقتلع هنا يوميا على ضفاف وادي أرجانا بمنطقة لملاقي في جيجل دون اكتراثة للاختلالات البيئية التي تحدثها أكشو بينك الضرض هذي شحان ما قدش نحدد لك شحان المساحية رحت منها انجرافات لنهب تعريمال هذا سوف يدرك ديزاني وما ينهبوا في الرمال وشكين هدرنا نيبقى مويا الجريمة البيئية وقفت عندها كاميرا النهار بعد النداءات المتكررة لسكان المنطقة لطلب الاستغاثة من السلطات الوصية لكن دون مجيب فآثارها لا تزال تتوسع لتمس المساحات الفلاحية نتيجة هذا النهب المتواصل للرمال هناك مشاكل هنا في الوضع هذا هذو اللي سونتر بروني اللي يجيون لها يسيبونه مشاكل كبيرة خاصة بالانجرافات ساعة الوضع هذا الأرضية هنا كمنا راحت رغم الشاكوين اللي يقدموها ما وحن ما يستشف ولهذا احنا نطلبوا يا أخويا نقلنا حل هذه المشكلة هذه الضرب قاعة راحت هكتشوف الضرب قاعة راح هكتشوف أخويا هكتشوف أخويا هكتشوف أخويا هكتشوف أخويا هكتشوف أخويا هكتشوف أخويا ممارسات باتت نتائجها خطيرة على المنطقة وسكانها نتيجة تحول مافيا نهب الرمال إلى سقور تحتمي بجهات نافذة في السلطة فمن المسؤول عن هضر خيرات هذه المنطقة؟ هكتشوف أخويا هكتشوف أخويا